إنه أوفر حظا من أقرانه وكذلك أهله وجد الطفل محمد حاضنة يبيت فيها فحالته الصحية تستدعي ذلك عقب ولادته المبكرة في ظل ما تعانيه المنطقة من نقص شديد في الحواضن في المستشفيات العامة وغلاء كبير في المستشفيات الخاصة حاليا نعاني نحن من نقص بالحواضن بالمشافي العامة عبيجوا الأهالي عندهم ولادات مبكرة بحاجة لعناية حواضن بإدلب ما فيه غير مشفى سامز في عناي وحواضن ممتلئة الأهالي عبطروا يأخذوا الأطفال على مشافي خاصة وعبئ مادة كبيرة لألون لأنه ما فيه بالمشافي العامة حواضن يعاني الأهالي في محافظة إدلبا من رحلة بحث طويلة عن حواضن لحدثي الولادة التي يحتاجونها في ظل الضغط السكاني وقلة أعداد الحواضن في القطاع الطبي يوفر مستشفى الأمم التابع لمنظمة سامز 15 حاضنة فقط وهو عدد يغطي نسبة قليلة جدا من حاجة المنطقة فيما تزيد التكلفة عن 100 دولار أمريكي لليلة الواحدة في المستشفيات الخاصة وهو رقم كبير جدا مقارنة بنسبة الدخل لمعظم السكان 15 حاضنة حاليا غير كافة لهذه الكميات الأعداد فدائما في عنا بحاجة لشواغر دائما شواغر إضافية بالرغم من نسبة الشغل الموجود حاليا من قسم الحواضن هي تقريبا أكثر من 100% فدائما نحن بحاجة إلى شواغر إضافية بسبب هالكسافة الموجودة حاليا للعمل للضغط السكاني بالإضافة أن القبولات التي تكون موجودة بالمشفى عنها هي لحالات الحمول العالية للخطورة التي هي بحاجة إلى متابعة كثير ممكن تستغرق فترات طويلة قلة الحواضن التي تستخدم لتأمين ظروف مستقرة للخدج والأطفال المرضى تهدد حياة مئات الأطفال حديثي الولادة ودفع منظمات طبية لإطلاق نداء استغاثة لتوفير المزيد من الحاضنات مصطفى الخلف لقناة الرفدين إطلاق